السلام عليكم أعزائنا ومتابعين الكرام في كل مكان نرحب بكم أينما كنتم وبداية نقول بسم الله والحمد لله الذي لا يحمد سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا بداية نعتذر على التأخر في رفع الفيديوهات وذلك بسبب مرض والدي لذا أختنم الفرصة وأطلب منكم الدعاء له والدعاء لجميع مرضى المسلمين بالشفاء والصحة والعافية أما بعد فموضوعنا لنهار اليوم هو حو نبات مشهور ومتواجد كذلك بكثرة في مدينتنا البوليدة وهو نبات الفل ويسمى كذلك اليسمين العربي وهو من النباتات المحببة وهو من النباتات المعمرة كذلك يمتاز برائحته العطرة والمنعشة ويزين الحدائق والمنازل بشكله الجذاب وهو شجيرة مستديمة الخضرة ويرتفع حتى ثلاثة متر ساقه متنوعة وقاسية وأوراقه خضراء غامقة وبيضوية متقابلة ويظهر في الربع وحتى أواخر الخريب أما موطنه الأصلي فهو في المناطق الدافئة والمعتدلة في الحوض البحر الأبيض المتوسط والجزيرة العربية والهند والصين وغيرها ويمكن كذلك تربيته كشجيرة قائمة أو متسلقة حسب نوعه حيث يوجد له عدة أنواع ويستخدم الفل في صناعة العطور وكذلك في إعداد شايليا سمين ولديه عدة استعمالات أخرى متنوعة يعني هو نبات أقل ما يقال عنه أنه رائع أما بالنسبة لرعاية والعناية بنبات الفل فهو نبات يتحمل الظروف البيئية المحلية من حرارة وجفاف ورياح ولكنه لا يتحمل الملوحة أي لا يتحمل بيئة رابية مالحة إذ يفضل ويحتاج إلى تربة مليئة بالمواد الأولية أو تربة تشبه في خصائصها إلى التربة الرملية ويجب أن تكون التربة خفيفة وجيدة التصريف للمياه أما بالنسبة للضوء فالفل يفضل أشعة الشمس المباشرة ولذلك ينمو جيدا في فصل الصيف أما بالنسبة للري فيروى جيدا بالماء فهو محب للماء وخاصة في فصل الصيف بحيث يحافظ على رطوبة التربة ولا تغرق النبتة لكي لا تتعفن الجذور لأن ذلك يؤثر عليه سلبية أما بالنسبة للتسميد فيفضل أن يسمى بالأسميد العضوية الطبيعية خاصة إذا زرع في أرض الحديقة لكن تستطيع تسميده بالأسميد الكيميائية إذا كان مزرع في إصيس أما الطرق تكاثره فهو يتكاثر بالبدور والعقل والترقيد والتطعيم فبالعقل والأحسن العقل الطرفية يتم التكاثر في جانفي وفيفري ومارس أما الترقيد فيتم في الربيعي والخريف قبل أن يدخل النبات في طور السكون بداية الإصهار تبدأ من جوان إلى غاية سبتمبر ويستحسن تقديم الشجرة بعد أن تفقد أظهارها لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على حيوية ونشاط النبتة لكي تنمو وتظهر بشكل أفضل الموسم القادم يصيب نبات الفل أفات عديدة أشهرها البق الدقيقي والمن وبقع الورق والحشرات القرمزية ويمكن مقاومة وطرد هذه الأفات بطرق طبيعية مثل تربية حشرات الدحسوقة أو بنت المضر فهي تقلل من الحاجة للمبيدات الكيميائية أو تغني عنها تماما إذن كانت هذه بعض المعلومات حول نبات الفل لخصتها لكم أتمنى أن تنال إعجابكم ولمن لديه أي سؤال حول أي نبتة يرجى تركو في التعليقات أو إرسال رسالة عبر صفحتنا على الفيسبوك أو حسابنا على الأنستغرام تجدونهم أسفل الفيديو وسنسعى للإجابة عليه بإذن الله وكالعادة لمن يريد شراء نبات الفل أو نباتات الزيناء المختلفة في الجزائر وبالضبط في مدينة البوليدة عليه التواصل معنا كما نوفر الشحن مجانا للبوليدة وما جوارها عند الشراء بالجملة ونوفر التوصيل فقط لمدينة البوليدة عند الشراء بالتنزئة إذن كان هذا موضوعنا لنهار اليوم وانتظرونا في قادم الفيديوهات إن شاء الله وإذا أعجبكم هذا الفيديو واستفدتم منه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر